قليل الماضية بيقول انه الحرب بدأت في نعم بين التجري وبين الامهرة بين قبائل التجري او عرقية التجري او اقليم التجري او الجابهة الشعبية لتحريد التجري وبين ميليشيات الامهرة بفكركم ان ميليشيات الامهرة هي النصل او السكين اللي كان ابي احمد بيقطع به الناس في التجري النهاردة رجعوا خدوا ارضهم واصلوا النهاردة لمنطقة مهمة جدا جدا واسمها جندر شمال جندر وحرروا اكبر مدينة في المنطقة الجنوبية وبدأوا يتحركوا في اتجاه الامهرة وبالفعل صحيفة ادس ستاندرد الاثيوبية قالت ان الحرب بين تجري وبين الامهرة اندلعت واصدرت ادارة منطقة شمال جندر في ولاية الامهرة الاقليمية دعوة لحمل السلاح على صفحيتها الرسمية على فيسبوك يا ريت تجبوهال يا جماعة اهي ادي صفحة نورث جندر اللي هي شمال جندر اهو بدأوا باللغة الامهرية دي اللغة الامهرية بدأوا بيدعوا المواطنين الامهريين الى الخروج بالسلاح حتى الابيض اللي عنده السكينة يطلع واللي عنده مطوى ارنغازال يطلع واللي ما عندهش عنده نبوت يطلع يلا عشان نواجه مين نواجه قبائل التجري او الجابهة الشعبية لتحرير التجري اللي جاية تنتقم مما جرى على ايدي الامهرة اثناء غيابهم في الفترة الماضية يبقى امتد النزاع وخرج من غرب من شمال غرب اثيوبيا الى الجنوب حيث تعيش قبائل الامهرة اللي متحالفين مع ابي احمد اندلعت المعارك شغالة من مبارح بالليل يمكن واهو قدام حضراتكم عشان بس نبقى متخيلين ادي التجري فوق الخريطة شغالة عليها من 4 نوفمبر الماضي ادي التجري اهو بدأ القوات من التجري تتحرك في هذه المنطقة منطقة جندر دي اهيه قدام حضراتكم اللي هو شمال جندر اهيه ابراهيم اهيه المنطقة دي بدأت تتحرك القوات التجري هنا لانتقام والمناطق الحدودية فيها ينزع على الاراضي بدأ التجري يتحرك هنا الاريتريا دلوقتي وقوات التجري تتحرك في الشمال ناحية ايريتريا هذه المنطقة الحدودية ادي التجري ادي ايريتريا ادي السودان ادي ارثيوبيا المسلس الحدودي ده مسلس حدودي لانه التجري هتنفصل وتلحق به ايريتريا انا بقول لك المستقبل واستشرافه حصل بعد سنة بعد اثنين ايريتريا كانت جزء من اثيوبيا اثيوبيا كانت جزء ايريتريا كانت جزء من اثيوبيا انفصلت الجزء اللي بعديه يلا اللي بعده اللي بعده مين التجريا اهو بالترتيب من الشمال ايريتريا انفصلت الاول وبعدين تجريا تنفصل ثانيا والنهاردة تجريا وامهرة في حالة صراع والقوات موجودة النهاردة وعندي بني شنقول في هذا المكان وطبعا عندك إبراهيم في بني شنقول عاملين برضو بيانات عسكرية وإن إحنا الدولة المستقلة في المستقبل إلى آخره وعفار مبارح كان عندهم مشكلة كبيرة جدا وأصلا هذا الإقليم كان فيه نزاع جيبوتي إثيوبي على هذا الإقليم طبعا الصومال الإثيوبي النهاردة الصومال لم يوقفت مع إثيوبيا علشان معظم الصومال والعرقية الصومالية واحد سواء الصومال الإثيوبي أو الصومال بيسموه الصومال الفرنسي في كل الأحوال ما يجري الآن في هذه المنطقة المنطقة البوني دي دم حضراتكم دي اسمها شمال جندر المنطقة دخلت تجري في هذه المنطقة وإرجع لي أبراهيم لسطورة تحت تاني الجماعة القادة العسكريين والمحليين في يمهرة بدأوا يعملوا عملية تعبئة شعبية للناس وحجد شعب للناس اطلعوا بما لديكم من أسلحة بما لديكم سواء أسلحة يدوية أو بدائية أو أي نوع من الأسلحة لأنه إحنا بيقولوا إحنا بنحارب دلوقتي وإحنا بنهاجم من مين من التجري قدام حضراتكم الدعوة هي من نورث جندر وبدأوا القوات دي القوات دي قوات تجريوية وبدأوا يدخلوا بدأوا يدخلوا على منطقة الأمهرة والانتقام الجاري ربما يؤدي كما تتوقع دوائر كثيرة إلى تفكك عرى الدولة الأتيوبية فرانس بريس قالت أن القوات في التجريو شنت هجوم على منطقة ألماطة وباتت تسيطر عليها بالكامل وهي كبرى مدن المنطقة والناطق باسم الحركة حركة تجريو قال وعدنا بأننا سنحرر كل شبر من تجريو وقال أن المعارك لا تزال متواصلة في غرب المنطقة الواقعة في المثلث الحدودي بين إثيوبيا وريتريا وشدان وريتريو حضراتكم دلوقتي ويقال جيتاشو رضا المعارك تظهر فراق وطمارة قال يعني دول ناس ضايعين وطلعوا ناس أي كلام